موسيقى مرحباً يا صغاري كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ المدرسة موحشة بدونكم وجدران الفصل اشتاقت كثيراً كثيراً لكم لكن العودة قريبة بإذن الله سوف نعود جميعنا إلى المدرسة والآن سوف أبدأ بقصة العدد الجديد لهذا الأسبوع فلنبدأ بسم الله في يوم من الأيام وتحديداً في إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت هناك مزرعة كبيرة جداً وجميلة جداً وفيها فلاح فقير يدعى الفلاح فادي أراد الفلاح فادي أن ينصر بذور الفراولة والفاصولية لأنه يحبهم كثيراً وعندما حان وقت قطف الفراولة والفاصولية قطف تسعة عشر حبة من الفراولة وتسعة عشر حبة من الفاصولية ووضعهم داخل السلة وقال الفاصولية لونها أخضر وهي من أنواع الخضار أما الفراولة فهي من أنواع الفواكه وأنا أريد أن أكل منها لكن تذكر أنه يجب أن يغسلها جيداً بالماء قبل أكلها فغسلها جيداً بالماء وقبل أن يأكلها قرأ دعاء الطعام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وعندما أكل منها قال طعمها حامض لكنه لذيذ وهي من أنواع الأكل الصحي جداً جداً للجسم الإنسان وبهذا تكون قد انتهت القصة والآن سوف أسألكم بعض الأسئلة عن هذه القصة الفلاح فادي أين كانت مزرعته في أبوظبي أم في دبي أم في الفجيرة أين كانت مزرعته من يساعدني أحسنتم في الفجيرة أحسنتم الفلاح فادي ماذا أراد أن يزرع الفراولة والفاصولة أم التفاح والبطيخ من يساعدني من يعرف من يعرف أحسنتم أراد أن يزرع الفراولة والفاصولة لأنه يحبهم كثيراً كم حب من الفراولة وكم حب من الفاصولة قطف الفلاح؟ ثمانية عشر حبة؟ أم تسعة عشر حبة؟ من يعرف؟ أحسنتم تسعة عشر حبة من الفاصولة وتسعة عشر حبة من الفراولة وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم بوركة جهودكم يا صغاري وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر